اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم في برنامتكم في بيتنا مدرسة بفكركم ان احنا مستمرين في تقديم خلقات شرح تطبيق ميكروسوفت اكسل المقرر على طلبة التعليم الفني التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول طيب تعالوا مع بعض كده نفتكر احنا قلنا ايه وشرحنا ايه في الحلقة اللي فاتت طبعا اكيد اول حاجة شرحناها تعريف التطبيق تطبيق ميكروسوفت اكسل وتمالي ببتدي اؤكد على ان تطبيق ميكروسوفت اكسل هو احد تطبيقات حزمة برامج منزليها ميكروسوفت اوفيس التطبيقات دي نقولها ع السريع ميكروسوفت اكسل ميكروسوفت باورباينت ميكروسوفت وورد ميكروسوفت اكسس ميكروسوفت اوتلوك ميكروسوفت بابلل وعديد من التطبيقات تعالوا نرجع كده على السريع تعريف البرنامج ميكروسوفت اكسل قلنا انه هو عبارة عن دفتر عمل بنسميه workbook دفتر العمل ده بالتأكيد بيحتوي على مجموعة من اوراق العمل اللي احنا بنسميها work sheet وقلنا ان ورقة العمل بتحتوي على مجموعة من الصفوف ومجموعة من الاعمدة السفوف بنسميها rules والاعمدة بنسميها columns وقلنا ان التقاء الصف مع العمود بينتج لي ما يسمى بالخلية اللي هي sin وعرفنا الخلية النشطة اللي هي بكون انا محدداها عليها برواز ومنشطاها اكتباها وعليها المؤشر عامل عليها برواز بلون اغمق شوية من باقي الخلايا اللي موجودة في شية الاكسل وقلنا ان برنامج ميكروسوفت اكسل هو برنامج محاسبي من الدرجة الاولى تطرقنا ايضا الى ان مهام وظيفة التطبيق ان هو بيقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية والاحصائية العمليات الحسابية هنرجع في السريع كده هو اللي احنا شرحناه الدرس اللي فات قلنا ان العمليات الحسابية زي عمليات الجمع والضرب والاسم جميع العمليات الحسابية اللي انا بعملها سواء على الكوليكوليتر او بشكل يدوي ميكروسوفت اكسل قدير على ان هو ينفزها بكفاءة عالية طيب دي العمليات الحسابية العمليات المنطقية زي ما قلنا المقارنات اكبر من اصغر من وهنشوف بالتفصيل لما نتطرق لهذه الدروس الجزء العملي اللي خاص بيها اه العمليات لا قلنا العمليات الحسابية والمنطقية والاحصائية العمليات الاحصائية دي بنفزها بشيت الاكسل من خلال دوال مخزنة في البرنامج وقلنا ان البرنامج مقسم لي الدوال دي تقسيمات على حسب وظائفها في عندنا الدوال المالية والدوال الرياضية والدوال الاحصائية والدوال المنطقية ودوال التاريخ والوقت والعديد والعديد من الدوال زي ما قلنا هنتعرف عليها بالتفصيل وعلى التولز الادوات اللي خاصة بيها ان شاء الله لما نتكلم عن الجزء اللي خاص بالدوال المخزنة بالبرنامج طيب قلنا كمان ان البرنامج بيستخدم للتعامل مع ايه التعامل مع الارقام طالما انه هو برنامج محاسبي فبالتأكيد انه هو هيتعامل مع الارقام والجداول الجداول علشان من خلال الجدول بدخل المدخلات بتاعتي المدخلات دي ممكن تكون مدخلات رقمية وممكن تكون مدخلات نصية على حسب احتياج العملية اللي انا بنفزها وقلنا انه هو بيستخدم للتعامل مع الدوال اللي احنا ذكرناها من شوية طيب استخداماته بقى استخداماته في حياتنا العملية في حياتنا المؤسسية في حياتنا المحاسبية بنستخدمه في ايه قلنا انه هو ليه استخدامات عديدة بنستخدمه في الميزانية وذكرنا دوه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت او في الدرس اللي فات في عمل الميزانية عمل حساب اربح وخسائر حساب المتجرة دفتر اليومية دفتر الاستاذ جميع الدفاتر المحاسبية الورقية انا بقدر ان انا انفزها على شيت الاكسل من خلال التولز اللي هي موجودة في البرنامج استخدمناه ايه كمان نفتكر كده مع بعض قلنا ان احنا بنستخدمه في تصميم دفاتر الحضور والانصراف في المؤسسات بنستخدمه في كشوف المرتبات وقلنا ان المرتبات بيبقى ليها افرع كتير جدا الاساسي والمتغير والاضافات والخصومات وبالتالي برنامج الاكسل قدير على ان هو يتم وينفذ هذه العمليات الحسابية استخدمناه في ايه تاني قلنا ان هو من خلال الرسوم البيانية اللي موجودة اللي فيه ممكن ان انا اعد التقارير وان انا الخصها في رسم بياني او في شكل هندسي قلنا استخداماته كتير جدا وبيافي بالغرض اللي انا اعزاه سواء اي عملية حسابية او منطقية او احصائية بيساعدني بالادوات اللي موجودة فيه ان انا انفذها بسرعة ودقة وكفاءة عالية اتكلمنا في ايه تاني ازاي بخزن البيانات في دفتر عمل الاكسل ازاي بخزنها يطرى شكل ورقة او شيط الاكسل اللي انا هتعامل معايا اخزن من خلاله البيانات ازاي قالنا ان دفتر العمل بتاعي بيحتوي على مجموعة من اوراق العمل نفتكر ان احنا ذكرنا الكلام ده في التعريف طب هوظفه ازاي في تخزين البيانات والمعلومات والداتا اللي انا هشتغل عليها قالنا دفتر العمل ده عبارة زي فولدر كده كبير او زي دوسي كده كبير عندي الدوسي ده بيبقى موجود فيه مجموعة من الاوراق زي مثلا لو قلنا انا هسمي الدوسي ده او الفولدر ده او دفتر العمل ده المبيعات اسمه الخارجي في الجلاب بتاعه المبيعات الاوراق اللي موجودة جوه اللي هي دفتر العمل هعمل ورقة عمل لمبيعات شهر يناير الورقة التانية لمبيعات شهر فبراير الورقة التانية اللي هو الوركشيت الورقة التالتة لمبيعات شهر مارس وهكذا يبقى انا بخزن البيانات بتاعتي من خلال دفتر العمل في اوراق العمل طب ورقة العمل دي اللي هي فيها الصفوف والاعمدة اللي هي فيها الخلايا مجموعة الخلايا كتيرة اللي انا بدخل من خلالها البيانات هخزن البيانات في صورة أرقام أو حروف أو بيانات داخل هذه الخلايا أو ممكن أنشئ جداول داخل ورقة العمل الورك شيت وسجل من خلالها البيانات بتاعتي يبقى عرفنا أن التخزين بيكون في دفتر العمل دفتر العمل اللي هو بيحتوي على مجموعة من أوراق العمل كل ورقة عمل تحتوي على مجموعة من الخلايا الخلايا دي بخزن فيها البيانات بتاعتي سواء بيانات رقمية او بيانات نصية سواء جداول بنشئها وبدخل الداتا او البيانات اللي هعمل عليها عملية معالجة طيب قلنا ان البيانات اللي انا بدخلها بيانات ممكن تكون بيانات نصية البيانات النصية دي زي ايه زي الحروف والارقام والمسافات بس الارقام هنا هو لما انا بدخلها بشكل نصي ما بقدرش اجري عليها عمليات حسابية فيه ارقام ممكن ادخلها بشكل معين هي دي اللي ممكن اجري عليها العمليات الحسابية طيب احنا كده عملنا مراجعة على اللي احنا شرحناه في الدرس اللي فات تهلوا بقى نبتجي الدرس بتاعنا النهاردة وانا حبيت ان انا ابتجيه بمميزات برنامج ميكروسوفت اكسل ليه انا بركز على مميزات البرنامج علشان لما اعرف مميزاته ويكون عندي احتياج ان انا انفذ عملية معينة الاقي ان العملية دي متاح تنفذها من خلال ميكروسوفت اكسل لو انا عايزة اعمل زي ما قولنا ميزانية جهة يمنى وجهة يسرى وتساوي الطرفين طيب ما انا لما عرفت ان مميزات برنامج ميكروسوفت اكسل ان هو بيجري العمليات الحسابية على طول هارف او على طول هدور على التولز اللي هتنفذ لي هذه العمليات اللي انا عايزيها يبقى البرنامج بيخزن كمية هيلة من البيانات طب انا تعالوا كده نقارن بين ان انا اخزن البيانات على وصائت التخزين المتاحة ليا سواء كان الهارد بتاع الجهاز اللي انا شغال عليه سواء كان لابتوب او جهاز بي سي عادي او خزنتها على استوانات مماغنطة زي الاسي دي اللي احنا كلنا عارفينها او خزنتها من خلال الفلاش ميموري هل لو فكرنا كده هل التخزين بهذه الوسائط بياخد مساحة مساحة تخزينية يعني زي ما انا هسجل وهخزن في سجلات ورقية تخيلوا ان انا عندنا كمية من السجلات الورقية خاصة بشركة معينة والشركة دي لها مجالات عديدة وليها نشاطات عديدة هل هلاقي مكان ان انا اختفز اختفز بكل هذه السجلات في مكان واحد بالتأكيد ان هو هاخد مساحة كبيرة جدا ومش هلاقي بعد كده هو كمان مساحة ان انا اخط فيها كل هذه السجلات الورقية لكن لما بخزن على وسائط التخزين البسيطة اللي عندي اللي احنا ذكرناها فدي ما بتاخدش حيث كبير في موضوع التخزين طب قال لنا في التعامل مع شيت الاكسل داخل الورق بوك اللي انا شغال فيه انا ممكن اربط بين البيانات وبعضيها يعني ممكن ان انا اربط ما بين البيانات اللي موجودة في شيت 1 بالبيانات اللي موجودة في شيت 2 زي ايه مثلا وهحتاج للربط ده في ايه زي مثلا المثال اللي ضربناه من شوية ان احنا قلنا ان انا عندي ورق بوك عندي ورق بوك يحتوي على مجموعة من الشيتات الورق بوك ده سميته المبيعات الشيت الاولاني فيه مثلا مبيعات شهر يناير والشيت التاني في نفس الورق بوك فيه مبيعات شهر فبراير وهكذا والتالت والرابع والخامس انا عايزة اربط بين المبيعاتي لو انا برخل لو انا برخل مبلغ المبيعات ده من شهر يناير الى شهر فبراير من وشيت واحد لشيت اتنين سهل جدا ان انا اخد البيان من شيت واحد وانقله لشيت اتنين ومش انقله بس ده انا اجري عليه كمان العمليات الحسابية سواء اضافة سواء اي عملية حسابية انا عايزة انفزها فده بيوفر لي طبعا وقت كبير جدا عما انا هكون شغالة بشكل ورقي ان انا هضطر اجيب الفايل بتاع مبيعات شهر يناير والفايل بتاع مبيعات شهر فبراير وحطهم قدامي كده وبتجي اكتب باديه على طبعا على ورقة جديدة او على تصطير البيان جديدة وبتجي انقل من مبيعات شهر يناير لمبيعات شهر فبراير بالطريقة اليدوية فبالتأكيد طبعا الطريقة الالكترونية اللي موجودة او اتحالي برنامج ميكروسوفت اكسل في التعامل ما بين المستندات واوراق العمل ديها هسهل لي الشغل بطريقة كبيرة طيب ايه تاني من مميزاته ان انا بسهولة زي ما قلنا نقدر نسترجع المعلومات بتاعتنا ان انا بفتح الجهاز وبعمل سيرشة على الملف اللي انا عايزاه وبطلعه وابتجي اشوف البيانات اللي انا عايزاه ممكن اعمل عليها عملية تحليل للبيانات دي عشان اوصل لنواتب معينة التحليل ده ممكن يساعدني فيه الدوال المخزنة بداخل البرنامج زي ما قلنا قبل كده طبعا بعيد في موضوع الدوال الحسابية والمنطقية اللي موجودة داخل البرنامج بذكركم مثلا ان انتو في مادة الرياضة ومادة الاحصى درستوا القانون اللي خاص بالمنوال وبالوسيط وبالوسط الحسابي وحاجات كتيرة جدا درستوها احب اقول لكم ان القوانين دي كلها اللي انتو كنتوا بتعوضوا فيها وبتطلعوا فيها نواتب القوانين دي هي موجودة واكتر منها كمان بكتير في صول الدوال مخزنة في الاكسل ما عليكو غير ان انتو تستدعوا هذه الدلة بالقانون بتاعها بس احنا عندنا مش بنسميها قانون في داخل الاكسل بنسميها متغيرات الدلة بتعوض في متغيرات الدلة بطريقة الكترونية طبعا باستخدام التولز اللي موجودة في البرنامج وبتبتدي ان انت تدي اوامر معينة فبيطلع لنا النتيجة فدي طبعا ميزة دميلة من مميزات الاكسل البرنامج بيعمل الرسوم البيانية الرسوم البيانية دي زي ما كنا كلنا عارفين خدنا في الهندسة ان هي بتبقى محورين محور سين ومحور صاد او محور اكس ومحور واي كل محور بحط فيه المتغير وعلاقته بالمتغير التاني وببتدي اعمل رسم بياني لو كنتوا تتذكروا لما كنا بنقول النقطة من النقطة في المحور الافقي بتلتقي عند نقطة تانية معينة في المحور الرأسي وبتدي اخط علامات كده هو ما بين المحور سين والمحور صاد وبعدين بوصل النقاط دي بالمصدرة كده والقلم الرصاص بحيث يطلعلي في النهاية شكل رسم بياني يوضح العلاقة بالمتغيرين برنامج الاكسل بيتحلي هذه الميزة وكمان بيتحلي باشكال والوان وتنصيقات متعددة بحيث ان انا بمجرد ما انا احدد البيانات اللي موجودة في المتغير سين والبيانات اللي موجودة في المتغير صاد وبختار امر معين اللي هو الامر انشاء الرسم البياني بيدين اختيارات عديدة جدا وانواع كتيرة جدا والوان كمان وتنصيقات كتيرة جدا واشكال كتيرة جدا من الرسم البياني بمجرد ضغطة بالموس بختار الشكل البياني اللي بيناسب البيان اللي انا بدخله وعايز اعمل العلاقة بين المتغيرات بتاعته وبيديني شكل هندسي طبعا بتنصيقات جهزة موجودة داخل البرنامج ووفر علي طبعا ان انا ابتدي ارسم بالقلم الرصاص والمسطرة واجيب ورقة وعمل محورسين ومحورسات وابتدي اعمل بأدية العلاقات ما بين النقاط اللي في المحورسين والمحورسات لا ده ده هو هيقرأ البيانات والمتغيرات وهو بصورة الكترونية آلية عنده القدرة ان هو يخرج الشكل البياني بالعلاقة بين المتغيرات زي ما انا مدخليها في الديتا او البيانات او المعطيات او المتغيرات اللي انا دخلتها في صفحة الاكسل طيب قال لنا ده فيه ميزة تانية جميلة جدا انت هو اقدر من خلاله اعمل نسخ ونقل للبيانات يعني لو انا زي ما قلنا كده في ورقة عمل رقم واحد انا فيه بيانات كتيرة فيها او تصدير الجدوى المعينة او عملية حسابية معينة او عملية احصائية معينة اجرتها او حتى شكل بياني زي اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية انا انشأته في ورقة عمل واحد او شيط واحد بقدر بكل سهولة ان انا اعمل نسخ كوبي او اعمل عملية نقل اللي هي قص او اللي هي قط وابتدي او عملية الموف اللي انا بنقلها من مكان لمكان وانقلها في الشيط التاني ممكن ان انا اخد كوبي منها نسخة منها وسيه بالبيانة الاصلي موجود في الشيط وانقل نسخة للشيط رقم اتنين دي طريقة وممكن ان انا انقلها خالص يعني انا ما خليش لها وجود في ورقة عمل واحد اعمل لها عملية قط تقصها كده كلها وحطها في شيط اتنين بكل سهولة طبعا احنا لو هنعمل العملية دي في المستندات الورقية هنضطر ان احنا نجيب استيكة لو احنا كتبين بالرصاص ونقعد نمسخ واذا ما نفعتش العملية دي لان احنا زي ما قلنا ان الدفاتر المحاسبية دي دفاتر قانونية لا يجوز القشط والسحب فيها باي حال من الاحوال فطبعا لما انا اجي امسح بيان وما انفعش ان انا امسحه وشكل الورقة هيكون غير قانوني بطر ان انا اعمل ايه بالزبط كده اعيد الورقة من اول وجديد فده طبعا بيهدر وقت وبيهدر جهد لو انا كنت استخدمت طريقة الكترونية في برنامج محاسبي زي برنامج الاكسل ده كان هيوفر علي كتير طيب تعالوا بقى ايه ندخل بقى على جزء عملي كده جميل هيعجبكم جدا ازاي انا اشغل تطبيق ميكروسوفت اكسل المبرمجين اللي عملوا البرامج دي اتاحوا اكتر من طريقة لاستخدامها كل هذه الطرق تؤدي في النهاية لفتح البرنامج طب حد يسأل طب انتوا ليه عملتوا كذا طريقة ما كفية طريقة واحدة واحنا نستخدمها ونفتح بها البرنامج على طول مش كل المستخدمين لازم تعرفوا كده ان مش كل المستخدمين بيفضلوا ان هما يستخدموا نفس الطريقة يعني فيه مستخدم يقول الطريقة دي لا انا تعودتها لها او الطريقة دي اسهل بالنسبة لي او الطريقة دي مريحة او الطريقة دي بتوفر لي وقت مثلا او بتساعدني على ان انا اخلص بسرعة او يعني انتج العملية اللي انا عايزها بسرعة فيه مستخدم تاني ما تعجبوش الطريقة دي لذلك عملنا اكتر من طريقة وفيه حاجة كمان ان فيه طرق بتحتاج ان انا استخدم الماوس وفي طرق تانية ممكن استخدمها من خلال الكيبورد ففي ناس بتفضل ان هي تستخدم الماوس باستمرار فهتلاقي ان الطريقة او العملية اللي هتجرب استخدام الماوس هي اسهل بالنسبة لهم فبيستخدموا هذه الطريقة في ناس مستخدمين يقولك لا انا عايز استخدم الكيبورد انا متعود على المفاتيح اللي موجودة في الكيبورد وانا خفزها وبحب اشتغل بيها على طول وما بحبش اسحم نفسي بوجود ماوس وبيعرقل الشغل وممكن ان هو معرض للتلف في اي لحظة فلا انا احب احسن اشتغل بالكيبورد فالطرق دي بتساعد المستخدمين انهم يتلبلهم طلباتهم واحتياجاتهم طيب تعالوا نعدد مع بعض كده هنقول الطرق بشكل نظري وبعد كده هنشوفها عملية على البرنامج اول طريقة لفتح البرنامج ان انا من خلال مخرك البحث اللي هو السيرش مخرك البحث اللي هو السيرش بقف عليه واكتب لو انا كتبت اول حرفين ثلاثة من البرنامج وانا اصلا بستخدمه كتير فهيظهر لي اسم البرنامج اعمل عليه كليكة بالموس بيتفتح دي طريقة الطريقة التانية ان انا من خلال مجموعة الابس مجموعة الابس اللي هي موجودة في الويندوز بقف عليها وابتجي ان انا اعمل بحس بالموس على التطبيق بتاعي ميكروسوفت اكسل والايكونة بتاعته بتبقى برعا ورقة بيضة عليها علامة الاجسل اللي لونها اخضر بقف عليها وعمل دابل كليك بالموس فهلاقي ان التطبيق اتفتح معي طب تعالوا نشوف اول طريقة ادي مجموعة الابس اللي موجودة معي اهية اول ما بفتحها كده هو على الويندوز بلاقي مجموعة من التطبيقات قدامي اهية اعمل سيرش بالموس لغاية ما لاقي التطبيق ميكروسوفت اكسل اهو قدامي ادور عن ورقة عمل بيضاء اهو بداخلها علامة الاجس الخضراء لو افتح ليها ودست انتر بيتفتح معي التطبيق طيب تعالوا نشوف الطريقة التانية اللي انا من خلالها هفتح اه تطبيق ميكروسوفت اوفيس ان انا باجي هنا هو عند مخرك البحث زي ما احنا شايفين بالشكل ده هقف هنا كده هو وابتدي اكتب اول تلات خروف من البرنامج على طول هلاقي التطبيق اتفتح معي اهو ظهر قدامي اهو مكتوب ميكروسوفت اكسل 2010 اه بنفس الايكنز اللي خاصة بيه اللي هي الورقة البيضاء اللي عليها علامة الاكس الخضراء اه بقفل اي نافذة بتظهر لي اهي وبعد كده هو انا ببتدي ايه اشتغل على التطبيق تعالوا نشوفها تاني تعالوا نشوفها تاني مع بعض ان انا اهو بقف على محرك البحث بتاعي هكتب اكسل وزي ما قلتلكم بمجرد ما انا هكتب اول تلات خروف لان انا شغل على التطبيق كتير اهو التطبيق ظهر قدامي الايكن اللي هي عبارة عن ورقة بيضاء اللي جواها الاكسل الخضراء اهي دست كليكة بالماوس اه دي زي ما انتو شايفين صفحة التطبيق اتفتحت قدامي اهي بالشكل دوة داية اه شيت وان اللي هو الاكسل طيب زي ما اتكلمنا على طرق فتح التطبيق زي ما شفت من بعض مع بعض وهأكد لكم على الطريقتين اللي فتحنا من خلالهم التطبيق ان انا اول طريقة اني من خلال مجموعة الابس اللي موجودة في الويندوز بعمل سيرش على التطبيق ميكروسوفت اكسل هلاقي عبارة عن ايكونة بتاعته ورقة بيضاء عليها حرف الاكس الاخضر ومكتوب جنبيها ميكروسوفت اكسل هعمل double click بالماوس عليها فهيتفتح التطبيق معي دي اول طريقة زي ما شفناها بالطريقة العملية من شوية الطريقة التانية ان انا بقف على محرك البحس السيرش اقف عليه بالماوس انشط البرواز اللي جوه اكتب كلمة اكسل مش هكتب ميكروسوفت اكسل اسهل اكتب اكسل هيظهر لي على طول الايكونة اللي خاصة بالتطبيق اعمل عليها double click بالماوس هلاقيها اتفتحت معي طيب تعالوا بقى عرفنا ازاي نفتحه يبقى لازم نتعلم ازاي نقفله طرق اغلاق البرنامج وزي ما قلنا ان في كذا طريقة لفتح التطبيق بتاعنا ميكروسوفت اكسل برضو في كذا طريقة ان انا اغلق بيها البرنامج تعالوا واحدة واحدة مع بعض كده هو نشوف طرق غلق البرنامج اول طريقة ان انا هفتح فايل التبويب فايل تبويب فايل ده وموجود فين موجود في وجهة التطبيق لما بفتحه فاول التطبيق لما بفتح الايكونة الخاصة بالبرنامج بيتفتح معي الورك بوك ببص فيه كده هو بلاقي على اليسار تبويب اسمه اقصى اليسار تبويب اسمه فايل بفتحه بعمل كلكة بالموس عليه انزل تحت انزل ازاي بنزل بالموس او بالاسهم وهنتعلم بعد كده التحرك داخل ورقة العمل بيكون باكتر من طريقة هنشوفها مع بعض بس دلوقتي عايزين نعرف ازاي نغلق البرنامج ببتدي انزل عند اخر امر في التبويب فايل هلاقي مكتوب اجزيت بلاقي ايكونة عبارة عن خرف الاكس ببروز احمر بضغط عليها بيتقفل معايا برنامج الاكس دي اول طريقة تاني طريقة من خلال زرار الغلق زرار الغلق ده موجود فين موجود في شاشة البرنامج في الاعلى على اليمين مع شريط العنوان وهنشوفه دلوقتي بطريقة عملية بضغط على الاكس دي فبلاقي ان البرنامج اتقفل معايا يبقى انا كده معايا طريقتين للغلق الطريقة الثالثة ايه هي من خلال الكيبوت مش احنا قلنا ان انا بستخدم كذا طريقة من ضمنها طريقة بتعتمد على لحة المفاتيح عشان المستخدمين اللي ما بيفضلوش يستخدموا الماوس يستخدموا الكيبوت يبقى الطريقة الثالثة لغلق البرنامج من خلال الكيبوت من خلال مفتاحين alto e4 ادوس على زرارين alto e4 مع بعض بيقفل لي البرنامج وهنا بقى عايزة اقفوا معاكم واقفة صغيرة كده عشان كتير منكم بيشتكي بيقول احنا لما بندوس على زرارين مع بعض ما بينفسي المهم هنقول حاجة اساسية كده لما يكون فيه امر من القوامر عايزة نفزها من خلال الكيبورد والامر ده يتطلب اننا ادوس على مفتاحين في الكيبورد ففي حاجة لو انتو مش بتقدروا تتحكموا في ان انتو تدوسوا على زرارين مع بعض بايد واحدة تعملوا ايه شايفيني الصباح بتاعنا دو بدوس بيها على اول زرار مثلا هنا في المثال بتاعنا alt و F4 بابضل ضغطة على زرار القل مشلش صباحي داوة من عليه ابدا صباحي التاني داوة في ايدي التانية اعمل ضغطة خفيفة على الزرار التاني اللي هو اللي هو ايه alt و F4 يبقى زرار F4 يبقى صباحي دا cieبت على الزرار الاولين اللي هو القلت مشلوش حتى لو انا ضغط على F4 ما شلش صباعي دوة من على القلط يبضل ثابت كده على القلط وضغطة واحدة على الف فور هبصة لقيها اتقفل معايا وتنفذ الامر واعملوا دوة اعملوا الطريقة دي فاي امر بيحتاج ان انتوا تضغطوا على زرارين مع بعض على الكيبورد هتلاقوا الامر تنفذ معاكم بكل سهولة فيه برضو معلومة عايزة اقولها لكم ان احنا قلنا لما جينا نغلق قلنا قلط وففور ايه حكاية الف فور دي الف فور دي فيه عندنا مفاتيح وظائف موجودة على الكيبورد من ف واحد لف 12 من ف واحد لف 12 المفاتيح دي اسمها مفاتيح الوظائف بتؤدي مهام معينة اما لوحدها او اما بالضغط ما عليها مع مفتاح تاني على الكيبورد من ضمن هذه المفاتيح الوظائف مفتاح الف فور اللي احنا استعملناه مع زرار الالت لاغلاق البرنامج طيب تعالوا مع بعض كده هو نشوف ازاي انا هغلق طرق غلق البرنامج هنشوف طريقة منها اهو ادي التطبيق بتاعي فتحته باحد الطرق اللي احنا قلنا عليها وبلاقي قدامي شاشة الوجهة الافتتاحية وزي ما قلتلكم هنا اهو تبويب الفايل اللي احنا قلنا عليه ده تبويب الفايل هنزل تحت الاخر امر اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاجزت زي ما احنا شايفينه بالشكل ده زي ما انا مشورة عليه معيكم بالشكل ده ايه دي الاجزت ضغطت عليه ايه اللي خصل لقيت البرنامج اتقفل معي طيب دي طريقة من الطرق تعالوا نشوف الطريقة التانية الطريقة التانية اذكركم الطريقة الاولانية من خلال الفايل واخترنا الاجزت الطريقة التانية هنا من عند زرار الاغلاق ده بسميه زرار الاغلاق موجود فين في شريط العنوان ده شريط العنوان بتاعي زرار الغلق هو اللي عبارة عن اكس في برواز احمر ضغط عليها اللي حصل اتقفل معايا البرنامج طيب نسترجع مع بعض كده طرق الفتح وطرق الغلق ليه انا بأكد كذا مرة على المعلومة دي لان دي هنشتغل بها على طول طول ما احنا شغالين على برنامج الاغسل على طول هنعمل عملية فتح وعملية اغلاق فعنشان كده بحب دايما اأكد على الفتح والاغلاق قلنا بنفتحه ازاي علشان لما ندخل معمل المدرسة ونيجي نشتغل ما نستناش ان حد يفتح لنا الجهاز ما نعودش منسأل زميلنا اللي حوالينا انتو فتحته ازاي انا مش عارفة افتح البرنامج لا ما ينفعش مفروض اول ما ننزل المعمل على طول ونقعد على الجهاز في حصة الحاسب الآلي احنا عارفين كسنة تانية الترم الاولاني بنشتغل على برنامج الاغسل على طول كده هو بنفتح برنامج الاغسل ونجهز الصفحة بتاعته على الدرس الجديد اللي احنا هنشتغل فيه في المعمل لان ده بيوفر وقت كتير جدا في الحصة وبيسهل ان انتو تاخدوا المعلومة كاملة خلال الحصة بتاعتنا قلنا ان فيه طريقتين لفتح البرنامج من خلال مجموعة الابس بان انا اعمل سيرش بالماوس او بالاسهم من الكيبورد لغاية ملاقي الايكونة الخاصة بميكروسوفت اكسل وقلنا شكلها وقلنا الحرف اللي جواها حرف الاكسل اخضر نعمل دبل كليك بالماوس بيتفتح البرنامج الطريقة التانية من خلال محرك البحث اللي فيه رسمة العدسة اللي كلنا عارفينها بقف عليه وبتجي اكتب اكسل هبصة لقي اسم البرنامج ظهر دبل كليك بالماوس بيتفتح البرنامج طيب افلناه ازاي قلنا فيه اكتر من طريقة الاغلاقه ان انا بفتح فايل التبويب فايل واختار اخر امر فيه اللي هو الاكسل الطريقة التانية ان انا من خلال زرار الغلق اللي موجود في شريط العنوان على الجهة اليومنا اعمل عليه كليك بالماوس ابو السلاقي البرنامج اتقفل الطريقة التالتة وقلنا ان هي من خلال الكيبورد من خلال مفتحي alto وففور وقلنا لما دوس على زرارين مع بعض عشان انفز مهمة صباع ثابت على زرار ما يتحركش ابدا والصباع التاني دوه ضغطة واحدة كده هو على المفتاح التاني بينفذ الامر طيب يا شباب احنا عملنا ايه؟ بتحنا البرنامج وقدامي شيط او صفحة الاكسل الوجهة الافتتاحية زي ما بنقول كده هو للبرنامج طيب تعالوا بقى نتعرف الوجهة الافتتاحية فيها ايه؟ زي كده بالظبط لما احنا بنجيب اي كتاب مش احنا بنبص كده هو نشوف الفهرس بتاعه او بنشوف الشكل الخارجي بتاعه او بنشوفه بنفحصه بنشوفه بيتكون من ايه وشكله ازاي بالظبط كده هو لازم نعرف الادوات اللي موجودة في البرنامج عشان نعرف اول حاجة في الصفحة لما بشوفها شريط العنوان من اسمه كده العنوان بيكتب في ايه؟ اول حاجة بتكتب بيكتب في حاجتين اساسيين اول حاجة اسم التطبيق بلاقي مكتوب ميكروسوفت اكس تاني حاجة اسم الورك بوك اللي انا شغالة فيه اسمه طب ايه الاسم اللي بيبقى موجود فيه وبيبقى افتراضي؟ بوك وان على طول كده اول مفتح دفتر عمل او وورك بوك هلاقي مكتوب اسمه بوك وان طب شريط العنوان ده في ايه؟ شريط العنوان ده في ازرار الغلق على الجهة اليمنى الغلط والتسغير والتكبير واستعادة الحجم السابق ده شريط العنوان فيه شريط ادوات الوصول السريع اللي بيبقى فيه ايقونات للمهام اللي انا بنفزها باستمرار وهنشوفه عملي مع بعض فيه ايه تاني؟ فيه اعمدة او قشرة التمرير اللي احنا كنا بنسميها اعمدة الازاحة اللي بتجيب لي البيانات اللي مختفية في خلال الصفحة لان الصفحة بتظهر قدامي شيط الاكسل على قد شاشة الكمبيتر اللي انا شغالة عليها او اللابتوب لو فيه بيانات موجودة جهة اليمين او تحت مش ظهرة في الشاشة اعمدة الازاحة دي لما بحركها بالموس بتجيب لي البيانات اللي مش ظهرة قدامي وبتبتجي تطلع لفوق وبتجي اقراها وتعامل معها طبعا قلنا ان هو بيحتوي على اعمدة وعلى صفوف الاعمدة اللي احنا بنسميها كولوم والصفوف اللي بنسميها رو الاعمدة قلنا ان اسمها بيتاخد من حروف اللغة الانجليزية عمود A عمود B عمود C عمود D الصفوف اسمها بيتاخد من الحروف 1 2 3 4 5 وهكذا طيب بيحتوي على ايه تاني الصفحة بتاعة الاكسل بتاعتي بتحتوي على التبويبات شريط التبويبات اللي هو تبويب زي اللي احنا لسه مستعملينه من شوية وقفلنا في امر من جواء البرنامج تبويب فايل في عندي تبويب فايل في تبويب هوم في تبويب ايدت تبويبات عديدة هنتعرف عليها دلوقتي في شريط اسمه شريط الريبون ايه شريط الريبون ده؟ شريط الريبون ده هو كل تبويب ليه شريط ريبون خاص بي تبريبون ده جواء ايه؟ جواء مجموعة من التولز او الادوات او الايكون الصغيرة الايكون دي من خلالها بعمل ايه؟ بنفذ الاوامر اللي انا عايزة انفذها على صفحة الاكسل او على ورقة العمل بتاعتي الصفحة برضو بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على شريط معلومات شريط معلومات ده بيظهر فيه الشكل اللي انا عايزة ورقة الاكسل تظهر عليه فيه كذا اشكال وهنتعرف عليه فيه شريط تاني مهم جدا التنقل بين اوراق العمل مش احنا قلنا ان شريط الاكسل اللي بيحتوي على مجموعة من اوراق العمل طيب ازاي اتنقل بيها من خلال شريط التنقل وهنشوف مع بعض ازاي هنعمل ده طيب تعالوا مع بعض كده هو نبص كده مع بعض هنا دي الشاشة الافتتاحية للبرنامج بتاعي تعالوا احنا حولنا كده ان احنا نوضحها لكم علشان لما نشتغل عملي نكون عارفين ايه اللي احنا بنتعامل معاه دي شو ده اول حاجة زي ما قلت معاكم شريط العنوان اهو مكتوب فيه ميكروسوفت اكسل ومكتوب بوك وان ده اسم ايه؟ الشيط اللي انا فتحال ان انا لسه ما عملتلوش عملية سيب فالبرنامج بشكل افتراضي بيديله اسم بوك وان يبقى ده شريط العنوان في اسم البرنامج واسم الورك بوك بتاعي تعالوا هنا بقى هنا ده ايه؟ شريط ادوات الوصول السريع اهو انا بورهولكو بشكل عملي عشان نبقى عارفين مكان وفين بالزبط على الشاشة اه شريط ادوات الوصول السريع ده وفي ايه؟ فيه اه زرار الحفظة اهو التراجع او الاستمرار ممكن ان انا اضيف فيه مجموعة من الايكون طب اه اضيف فيه انهي ايكون بقى الايكون او الادوات اللي انا بستخدمها باستمرار والله انا باستمرار اه انا انا باستمرار مثلا بطبع كل شوية كل ما بنتج وورك بوك بحتاج ان انا اطبعه فلازم اخط هنا او يفضل ان انا اخط هنا هو الايكون اللي خاصة بالطبع والله السيف ده ده الديسك الصغير ده يعني عملية الحفظ بالتأكيد ان احنا كلنا لما بنيجي نشتغل لازم نسيف الشغل بتاعنا او نحفظه فشيء طبيعي ان يكون في ادوات الوصول السريع الايكون الخاصة بالحفظ طيب هنا في ايه ده اللي قلنا عليها اه اشرتة الغلق والتصغير واستعادة الحجم السابق تعالوا نفتكر مع بعض كده ومش احنا قلنا ان الايكون ده من خلالها بقى في البرنامج وهي موجودة وسهل جدا استخدامها طيب طلابي الاعزاء ساعدت بوجودي معكم اه واتمنى ان يكون اه عرفنا مميزات اه تطبيق ميكروسوفت اكسل وتعرفنا على الشاشة الافتتاحية بعض الاجزاء منها ان شاء الله نكمل الحلقة الجاية باذن الله استودعكم الله واتمنى لكم التوفيق الدائم باذن الله